طبعا الفترة حالية في الرياضة المصرية تقريبا لها صوت يعلو فوق صوت الانتخابات انتخابات الاتحادات الرياضية كل التركيز فيها والمنافسة طبعا شرسة جدا في كل الاتحادات على من سيقود سفينة كل اتحاد خلال السنوات الاربع القادمة هستعرض مع حضراتكم موعيد الجمعيات العمومية للاتحادات أولمبية بعدها علق على نقطة بصراحة فيها علامات استفهام وجدل كبير جدا تعال اول نشوف موعيد انتخابات اتحادات الولمبية المصرية عشرين اربعة وعشرين هتبدأ بانتخابات اتحاد الرماية موعيد انتخابات يوم ستة نوفمبر وعد الهيئات تسعة عشر هيئة خلي اقولكم عدد الهيئات دي يعني عدد اصوات الجمعية العمومية اللي لها الحق في التصويت لاختيار اتحاد اللعبة اتحاد الفروسية انتخابات يوم سمع نوفمبر وعدد الهيئات تلتاشر اتحاد ألعاب القوة يوم 8 نوفمبر وعاد الهيئات 69 اتحاد الجنباز يوم 12 نوفمبر وعاد الهيئات 20 اتحاد السباحة يوم 15 نوفمبر وعاد الهيئات 10 اتحاد كرة السلة يوم 15 نوفمبر وعاد الهيئات 39 الهوكي 17 نوفمبر وعاد الهيئات 14 رفع الأفطال يوم 22 نوفمبر وعاد الهيئات 16 الجودو 22 نوفمبر عادل هيئات 32 والتيكوندو 23 نوفمبر وعادل هيئات 52 الثلاثي معود الانتخابات 23 نوفمبر وعادل هيئات 8 الجولف يوم 27 نوفمبر وعادل هيئات 3 اتحاد الريشة الطيرة يوم 29 نوفمبر وعادل هيئات 12 اتحاد تجديف 29 نوفمبر وعادل هيئات 12 التنس يوم 30 نوفمبر وعاد الهيئات 13 الكانوي والكياك يوم 30 نوفمبر وعاد الهيئات 10 الملاكمة يوم 30 نوفمبر وعاد الهيئات 26 أما التحاد المصارع في يوم 30 نوفمبر وعاد الهيئات 12 التحاد السكواش اللي بقت لعبة أولمبية خلاص معهد انتخاباته يوم 1 ديسمبر وعاد الهيئات 11 لعبة الرجبي يوم 6 ديسمبر وعاد الهيئات 5 أما تحيات الكرة الطائرة وانتخابات مشتعلة يوم 6 ديسمبر وعاد الهيئات 64 تحيات السلاح يوم 6 ديسمبر وعاد الهيئات 11 تحيات درجات يوم 7 ديسمبر وعاد الهيئات 21 أما تحيات كرة القدم في معوض الانتخابات 11 ديسمبر وهو العهد الأكبر من الهيئات 134 تحيات كرة اليد معوض الانتخابات يوم 13 ديسمبر وعاد الهيئات 79 اتحاد تيس الطاولة يوم 13 ديسمبر وعاد الهيئات 33 اما الشراع يوم 13 ديسمبر وعاد الهيئات 3 اتحاد القوس والسهم يوم 14 ديسمبر وعاد الهيئات 8 اما اتحاد الخباس الحديث فهو اخر اتحاد سيتم انتخابه يوم 14 ديسمبر وعاد الهيئات 9 طبعا استعرنا محروق طبعا موعيد انتخابات اتحادات الولمبية اللي هتشارك في أولمبيات لوس أنجلس إن شاء الله عشرين تمانية وعشرين لكن طبعا فيه اتحادات تانية غير أولمبية زي الكلغوفو والكاراتي التقليدي والكاراتي الرياضي ورياضات تانية لكن اللي لفت انتباهي أن أكبر اتحاد رياضي عنده جمعية عمومية غير أولمبية هو اتحاد الكاراتي الرياضي الانتخاباته تبقى يوم 16 نوفمبر وعاد الهيئات اللي هي أعضاء الجمعية رمانون اللي ليهم حق التصويت 259 رقم كبير وضخم وبصراحة ده اللي فتح معنا الموضوع اللي هتكلم فيه معاكو دلوقتي إن في بعض اتحادات الرياضية تمام أندية الأعضاء الجمعية العمومية فيها أوليلة جدا جدا يعني ممكن يكون مثلا منطقي رياضة زي الرجل عندنا خمس أندية بس لأنها لعبة مش منتشرة وجديدة في مصر فعندنا خمس أندية اللي بيمرسوها وده عدد أوليل جدا جدا فلما نبص نلاقي رياضة تانية زي الجولف تلت أندية بس أعضاء الجمعية العمومية هم اللي يهم حق التصويت رغم أن الدوري عندهم قوي على فكرة يمكن المعرفش المعلومة دي ناس كتير برضو أن دوري الجولف في مصر هو دوري قوي وفيه مشارك يعني منافسة وميشارك فيه عدد أندية كبير يعني فيه منافسة علاقة بالدوري مشتعلة دلوقتي يعني فات تلت جولات يمكن بالم هيلز هو المتصدر بيالي سبورتينج حامل اللقب وعندنا مادينتي والقطامية هايتس والجزيرة دول أول خمس أندية بينفسه وفيه منافسة شرسة ما بينهم غير طبعا باقي الأندية اللي بتشارك وإجمالي عشر أندية تانيين فليه نخلي الجمعية العمومية هم تلاتة بس من المفروض كل الأندية يبقى لها صوت علشان نقدر نختار التحاد يفيد اللعبة كمان فيه التحاد زي التحاد السباحة عشر عشرة بس هم أعضاء الجمعية العمومية يليهم حق التصويت رغم أن السباحة يعني لعبة السباحة في مصر تقريبا كل أندية مصر وكل مراكز الشباب نتكلم في مقرب من 2500 نادي ومركز الشباب ده غير الأكاديميات الخاصة المشهرة يكون عشر هيئات بس هم أعضاء الجمعية العمومية اللي يحدد مصير اختيار مجلس إدارة الاتحاد الأكبر للعبة بتمرد في مصر تقريبا احنا بتكلم تقريبا بالأرقاب ما يقرب من مليون لاعب ولعبة في اتحاد السباحة مسجلين في الاتحاد حتى لو لايح عليها شروط لازم يكون في عدالة ولازم يكون في تدخل لأن كل معادل أندية زاد لها حق التصويت كل ما المسئولية زادت والرقابة زادت على الاتحاد أو على المجلس المنتخب لكن عشر أندية بس علامات استفاهم كبيرة جدا بصراحة غير كده اتحاد السباحة أصلا بيصعب شروط الانضمام للجامعية العومية يعني لما نلاقي من شروط الانضمام للجامعية أنك تحصل على بوينتس كتيرة لما يبقى عندك فريق العمومي بتاعك إنما لو عندك فريق النشئين فبتاخد بوينتس قليلة دي بتبقى من شروط الجامعية لو ما هي بتاعتهم لما يبقى عندك الوينتس قليلة دي للبراعم والنشئين اللي هي قاعدة الأكبر المفروض فالمفروض دي اللي يكون صوتها مسموع فبالتالي مفروض تدي الوينتس الأكتر لمين؟ للنشئين ليه؟ لما بصوتها مسموع هيفرق معك في النتائج هيفرق معك في الاستمرارية فبالتالي هتوصل إن فرق العمومي عندك تبقى أكتر وهتزيد كمان ده ينطبق على اتحاد الجنباز عشرين نادي بس هم اللي ليهم حق التصويت وإحنا نتكلم بره تقريبا أغلبية أندية مصر بتلعب جنباز وبتشارك فمش طبيعي إن بعندي عشرين نادي بس هم أعضاء الجامعية العمومية الخماس الحديث لعبة انتشرت مؤخرا جدا في أندية كتير يعني تقريبا هم نتكلم سنة 2017 أو 2018 اللعبة انتشرت وبقى عندنا قاعدة كبيرة وعندها أبطال عالميين على مستوى الشباب والنشئين وبالتالي بقى عندنا على مستوى الكبار أبطال إدارنا نحقق فضية في توكيو زهبية في بريس طبعا لبطالنا النجم أحمد الجندي فمش طبيعي إن يكون تسع أصوات بس هي اللي تتحكم في اختيار اتحاد الخماس الحديث رغم أن الجامعية العمومية الخماسي كانت من سبع سنين من سبع سنين تقريبا بتضم 28 نادي وتم تقلصها بالتدريج كده لحد ما وصلت ليه تسع أصوات رغم أن عادة الأندية اللي بتمرس اللعبة زادت في الفترة اللي فات مش قلت لو تكلمنا على العابة الجامعية فبنتكلم على أرقام ممكن تكون معقولة نسبيا بس برضو فيه أرقام مش معقولة ومش مقبولة زي كرة السلة من كانت تحق كرة السلة جامعية العمومية بتاع 39 نادي نحن لو قلنا على محافظة القاهرة الوحدها هنلاقي فيها أكتر من 39 نادي بغير طبعا إسكندرية طبعا معقل إسكندرية معقل كرة السلة في مصر وباقي محافظات الجمهورية رغم أنها لعبة منتشرة جدا جدا في كل الأندية فبرضو هنا فيها علمات استفهام لو تكلمنا على الطائرة ممكن نقول إن 64 صوت ده رقم مقبول ومعقول كرة الياد 79 رقم برضو كويس ومعقول من نسبة العادة الأندية اللي بتشارك فيه النشاط أما الرقم الأكبر طبعا كان لكرة القدم 134 نادي فأكيد طبعا ده يعني رقم كبير ورقم جامعة عمية كبيرة وهيباليها تقولها وأكيد هيبقى بالإيجاب على اختيار مجلس الإدارة هنلاقيها طبعا أرقام والتحادات لها أرقام منطقية فرفع الأسقال هنلاقي 16 هيئة الهوك 14 ريشة طايرة 12 المصارعة 22 الملاكمة 26 وده رياضات أصلا مش منتجرة كتير فبالتالي بالله الأندية اللي بتلعبها عدد قليل فطبيعي بقى الرقم ده موجود رغم كده برضو الجامعات العمومية بتاعتها تهي أكبر من جامعيات العمومية للتحادات فيها نسب مشاركة أكبر وانتشار أكتر لممارس اللعبة في مصر طب الكلام ده هل تم مراجعته مع وزارة الشباب والرياضة؟ هيلنجد الأولمبية على علم بقواعد وشروط اختيار الهيئات الرياضية المشاركة في الجامعات العمومية وهنا محدش يقول لي أن الجامعات العمومية هي صاحبة قرارها وهي سيدي القرارها لأن كده هي عايزة تحافظ على العدد المحدود ده علشان تقدر تتحكم في الاتحاد بسهولة وفي نفس الوقت الاتحاد يتعامل مع عدد قليل من الأندية فبيسهل مأمورية بتاعته هنا أصبحت طبعاً المصلحة مشتركة وليست مصلحة عليا للاتحاد أو اللعبة لازم يكون فيه تدخل طبعاً للموضوع للأسف طبعاً اتأخرنا في الكلام عن الموضوع ده لكن الجامعات العمومية لكل اتحاد لازم تتداسب مع حجم نشاط الاتحاد يعني الاتحاد عنده مليون لعيب مسجل نلاقي جامعات العمومية عشر أصوات وعلى العكس تماماً اتحاد كل قاعدة بتاعته الممارسي لللعبة ما يقرب من عشر تلاف لعب أو أقل واللاجعات العمومية خمسة وعشرين صوت أكيد فيه حاجة غلط لازم تعديل في اللوايح وتنظيم ليها وقانون الرياضة هو المفروض اللي يعمل الكلام ده علشان في بعض الاتحادات بتحط شروط تعجزية للانضمام للجامعات العمومية واللأسف بيتم اعتمادها من الجامعات العمومية الحالية اللي عددهم محدود يعني يمشين في دايرة مغلقة مفروض زرارة الرياضة والريانة الأولمبية هي المسؤولة وهي لا تتدخل لحل مشكلة زي دي نقطة طبعاً مهمة ولازم تتحط في الاعتبار لأن كل معدد الجامعات العمومية أو الأصوات زاد كل ما كانت المرأبة أكثر وضوحاً وأكثر والضغوط أكبر بكتير على المجلس المتولي رئاسة الاتحاد ده فكل توفيق طبعاً لكل التحادات في انتخابات التحادات الرياضية اللي هتبدأ يوم 6 نوفمبر ترجمة نانسي قنقر